وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والصلاة على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يتحرك الإنسان في حياته ضمن دائرة الخوف والرجاء يخاف من شيء فيقوم بما يزيل عنه خوفه ويرجو شيئا فيتحرك باتجاهه لو لا الخوف والرجاء لم تكن عندنا هذه الحضارة القائمة اليوم بكل ما فيها من إنجازات وما لها من أمور إيجابية لا يشك فيها لولا أن الإنسان يخاف من الموت لا يبحث عن الدوائل الأمراض لولا أن هذا الطفل الصغير الذي يذهب للمدرسة يخاف من السقوط لم يكن يجد ويجتهد في دراسته لولا خوفه كل عامل في الساحة سواء لدنياه أو لأخراه لولا وجود الخوف لم يكن يتحرك لإزالة الخوف من نفسه ولولا الرجاء والأمل والبحث عن النجاح لما تنافس الناس لا في الخير ولا في الشر انظروا كل إنسان يولد وعنده أسباب للخوف بعض هذه الأسباب طبيعية وكلنا نولد بها الخوف من السقوط أن تراكب في طائرة والطائرة تطير في أجواء هادئة جدا مرة واحدة تتحرك الطائرة تخاف تمسك نفسك حتى الطفل الصغير الذي ترميه في الهواء وهو في السنة الأولى من عمره وربما في الشهر الأول فإنه ينكمش يخاف من السقوط الخوف هذا أمر طبيعي لو جاءك حجر فإنك بشكل طبيعي ترفع يدك لصد الحجر لأنك تخاف من الوجع الخوف إذا كان من مصدره الحقيقي فهو أمر جيد ويولد الإنسان وهو يرغب في الامتلاك أن يكون عنده شيء يملكه على خلاف ما كان يقول كارل ماركس صاحب النظرية الماركسية من أن مسألة الامتلاك والملكية هي مسألة تأتي للإنسان حينما يكبر فيرغب في أن يملك بيتا أن يملك سيارة أن يملك أموال وهذه ليست من طبيعة الإنسان خطأ غلط اللي يكون صاحبه الطفل الصغير الذي يذهب إلى المدرسة يتعلق قلبه بالقلم والدفتر والكتاب والشنطة وإذا أراد أن يغيب عن هذه الأمور يقول لأمه خلي بالت على هذه الشنطة لا يأخذها أخويا أو لا تضيع أن يخاف الإنسان يرغب في أن يمتلك يرغب في أن يكون له شيء يختص به هو قطعة أرض بيت أي شيء من هذا القبيل إذن يولد الإنسان وهو يخاف من الفشل يخاف من الموت يخاف من الخسارة وأيضا يرغب في أن يملك وإبليس حينما دخل على أبينا آدم استخدم هذين الأمرين لخداع من أمر الله الملائكة كلهم بأن يسجدوا له له واضطرد الله إبليس بسبب أنه رفض السجود قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ الإنسان يريد يبقى الإنسان يخاف من الموت الخوف من الموت أمر الطبيعي في جميع البشر لذي تقول أنا ما أخاف الفرق بين الشجاع وغير الشجاع أنك لا هما يخافان لكن الشجاع لا يعمل بخوفه لا يستسلم لخوفه الجبان يستسلم وإلا تقول أن الإنسان لا يخاف مجنون والذي لا يخاف الإنسان يخاف يخاف من الموت وهو أمر يولد به الإنسان وكذلك يرغب في الخلود يرغب في البقاء وكما يقول الإمام عليه سلام الله عليه وكل يبني بقاءها كل إنسان يأتي إلى هذه الدنيا يفكر أنها باقية إليه حتى وإن سمع أن رجلا صديقا له غاب مات فهو يبحث عن أسباب موته ويقول أنا ما عندي هذه الأسباب وإلا فإن الخوف وارد كريه كما يقول الإمام عليه سلام الله عليه المهم الإنسان يتحرك ضمن دائرة الخوف والرجاء وما يقوم به الناس في حياتهم حتى العاملين في سبيل الله يخافون من الفشل لا يرغبون في الفشل يريدون النجاح ولو كان نجاحهم فيما يرتبط بآخرتهم لا بدنياهم الخوف والحزن حزن شنو الخوف شنو الخوف شي يرتبط بالمستقبل يعني تخاف أن تبشل لا يقال لمن فقد عزيزا أنه خائف على عزيزه يقال حزين على عزيزه قال لا تحزن إن الله معنا ليش كان يخاف من شنو كان يحزن على ما يملك ما يريد يخسر الشيء اللي عنده قال لا تحزن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحن في هذه الليلة ليلة شهادة الإمام الحسن الصبت الأكبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد أن نتعلم منه نحن مجموعة من التلاميذ جئنا لكي نسمع عن الإمام الحسن وعن حياته وعن مواقفه وعن أعماله وما قام به في هذه الحياة حتى نتعلم من عنده لأن هذا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنت تريد ما يكون عندك خوف تريد ما تحزن على شيء لا يستحق الحزن إذن تعلم من الإمام الحسن ولد هذا الإمام في النصف من شهر رمضان المبارك وسماه معاوية عدة مرات وكان آخر ذلك ما توفي به وقد بقي في فراشه أربعين يوما إلى أن بدأ يقذف الدم ثم رحل إلى ربه محمودا الإمام الحسن في حياته أكو نقاط كثيرة نتعلم من عنده ما أريد أن أتكلم عن مقامات الإمام فمقاماته محفوظة عند ربه آيات مباركات نزلت في حقه وحق أبيه وأمه أو في حق النبي وأبيه وأمه والإمام الحسن والإمام الحسين آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أبناءنا قدم القرآن الكريم قدم الأبناء وهم الحسن والحسين على النساء وهي فاطمة وعلى النبي والإمام علي فقل تعالوا ندعو أبناءنا الحسن والحسين وأبناءكم ونساءنا فاطمة الزهرة ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم هذه آية مباهلة بالقطع واليقين وبالتفاق جميع المفسرين وجميع المسلمين نزلت في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقف صعب كان على النبي أن يباهل نصارى نجران من على حق وقد أمره الله بذلك يعني إن الذي كان يباهل النبي في ذلك الوقت كان ينتهي هو ومن معه وقد قال له قال رئيسهم كبير الأساقفة قال انظروا إذا خرج مع أحد من أصحابه فباهلوه ولكن إذا خرج مع أهلي فلن تباهلوه لأنكم إن باهلتموه لا تبقى للمسيحية ذكر مسيحية تنتهي لأن هذه قضية رب العالمين جبار السماوات والأرض فإذن الإمام الحسن شملته هذه الآية المبارك آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسى أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الإنسان أيضا نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين وخادمتهم فضة هذه مقامات الإمام الحسن سواء آمنا بها أو لم نؤمن فهي محفوظة عند رب العالمين والإمام الحسن بيده مفتاح الجنة وهو سيدها هذا ما يغير إذا تكلمنا وما تكلمنا مهم أن نعرف مقاماتهم لأن هؤلاء هم الموازين شوفوا في المنظومة المعرفية أين موقع النبي وأهل بيته موقع المحور في هذه المنظومة المعرفية الله والنبي وأهل بيت رسول الله من لم يؤمن بهم من لم يكن يحبهم ومن لم تكن له مودة فيهم وقد نزل الله قوله تعالى وهذه آية يعرفها الجميع ويعفظها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة والمودة غير المحبة يمكن الناس يحبون أشخاص معينين لكن المودة أن تعمل بما تحب يعني حينما تحب رسول الله فإذا ذكر اسمه تصلي عليه وإذا سمعت رواية عنه تحفظها وإذا سمعت عن فعل قام به النبي تعتبر ذلك الفعل حج عليك هذه المنظومة المعرفية الإمام الحسن ضمن هذه المجموعة المعرفية شلو المطلوب من عدنة جاه الإمام الحسن المطلوب أن نفعل ما فعل منذ بداية صغره كان إماما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان الآن إمامي وبقي الإمام الحسن مع النبي سبع سنوات يعني عمره أول ما ولد إلى أن رحل رسول الله كان إماما إمامان قام أو قعد الإمام يعني من تمشي خلفه من تعتبره ميزانا لك من تعتبره قدوة لك فإذا سمعت شيئا عن حياة الإمام الحسن فإن عليك أن تقلده وتحاول أن تكون نموذج ولو مصغر عنه يعني إذا سمعت شوفوا أولياء الله يتخلقون بأخلاق الله أخلاقيات رب العالمين نوعين نوع بالنسبة إلى الله كمال وبالنسبة إلى البشر نقص الله جبار الله متكبر لكن إذا وجدنا إنسانا يتكبر فهذا بالنسبة إليه نقص لماذا؟ لأنه يتكبر على البشر الذين هم مثله هم مثله يتكبر عليهم على شون ولد بالألم والدم والدمع ويموت كذلك شون الفرق بينك وبيني فالمتكبر يضع نفسه مكان الله يلبس لباس الجبروت وهذا نقص بالنسبة إلى الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي من إلا حق نازع رب العالمين في ردائه يتجبر يتكبر سعلى واحد على اثنين على شعب على أمة شو بذل المتكبرين في الحياة شون دا يعيشون يرى نفسه هو الآمر والناهي حتى وإن تناقض مع نفسه أمس قال شيء يقول لك لازم أن تتبعني اليوم ناقض نفسه هم لازم تتبعني أنا الميزان لا أنت مو ميزان أنت مثل بقية الناس فمن النقص أن يكون الإنسان متكبرا متجبرا حتى على زوجته حتى على أولاده حتى على إنسان واحد يوم القيامة رب العالمين أن يوم الفصل كان ميقاتها يوم القيامة فصل ما بين الخير والشر ما بين الأولياء والأدعياء الأنبياء مع الأنبياء الرسل مع الرسل الصالحين مع الصالحين والطغاة مع الطغاة ربما يكتب الرجل طاغوتا وليس معه إلا أهله على زوج تطد على زوج تطاغوت الطغيان نتيجة الكبر ولكن هذه من الأمور التي يغتص الله بها لكن أكو صفات لله هي كمال للإنسان أيضا مثلا الله عز وجل كريم الله حليم يعني مو كلمة صعدة كلمة نزلة لازم أنت تكون حليم تحلم يا أبو أنا بسرعة أثور غلط ليش بسرعة أثور على شنو أثور وليش أثور بسرعة لازم أن تتحمل إن لم تكن حليما فتحلم أنت مو حليم بطبعك تحلم تظاهر بأنك حليم إن لم تكن شجاعا فتشجع أنت مو شجاع لكن حاول أن تطهر الشجاعة من نفسه الشجاعة موجودة في قرارة النفس الله عز وجل جعل جميع الخيرات في داخل الإنسان استنجد بشجاعتك استنجد بحلمك يأتي رجل من أهل الشام إلى المدينة لا يعرف الإمام الحسن فيبدأ يسبو الإمام سمع أن هذا هو ابن علي وعندهم علي بن أبي طالب عدوه قتل أباهم وأجدادهم في معركة بادر والمعاركة التي حدثت بين النبي وبين كفار قريش فهذا الحسن سب الإمام الإمام أولا خلاه يكمل سبته شوف أحيانا فرد واحد يحسي ويا زميلة بعد إمام كمل جملة ما لتا أو الكلمة ما لتا يطفر فيه وجهه لا خلاه يكمل ساب 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 خلص قال أظنك غريبا أعتقد أنت غريب فإذا أنت غريب تعالد فضل بيتنا إذا محتاج نحن نقضي حاشتك وأخذه إلى بيته بحسب بعض الروايات صار ضيف عند الإمام الحسن ثم أمره بمبلغ من المال مع أنه سب الإمام يعني جائزة هذا السب كان أن الإمام الحسن استضافه في بيته وأعطاه مبلغ من المال هذا حلم هذا مطلب تخلقوا بأخلاق الله الله حليم أنت أم لازم تكون حليم ليس بسرعة تطلع من طورك دعك حليم حاول دع أمامك الإمام الحسن ويأتيه من لا يسوى شيء والإمام الحسن حجة الله في أرضه أمينه في عباده أمين الله في أرضه وحجته على عباده وأعلم منه وأفضل منه صبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال بالنسبة إليه اللهم إني أحب الحسن فأحب من يحبه هذا حديث من النبي عن الإمام الحسن نحن واجب علينا نحب الإمام الحسن واجب شرعي ديني مستقبلي أمورنا ترتبط بالإمام الحسن يوم القيامة تحتاج تدخل الجنة بدون إجازة سيد الجنة لا يمكن تدخل هناك أحد الإخوان كاتب كتاب اسم كتابه سيد الجنة وهو سيد الجنة مع أخيه الإمام الحسين سيدة شباب أهل الجنة وما عدنا في الجنة غير شباب أنه عجائز في الجنة لا عدنا واحد اللي دا يموت آخر عمره سبعين سنة لا كلهم شباب الإمام الحسن والإمام الحسن سيدة شبابها للجنة عندك شغلو يا الإمام الحسن الإمام الحسن اللي عندك شغلو يا لازم تتبعه مو بس تجيب اسمه وفي وفاته مثلا تحضر مجالس والحديث عنه وتبكي على مصابه هذا ما يكفي هذا زين هذا أفضل من الذي يعادي لذاك بعد مفروغ عنه من أهل النغة والإمام الحسن كان حليما وكان كريما شون كان كريم مو على طريقتنا يعني ما أعتقد واحد من الحاضرين هنا ولعل من جميع المؤمنين في المؤمنات الموجودون اليوم على الكرة الأرضية فدواحد طلع من كل مال في سبيل الله وفعلها الإمام الحسن مرتين خرج من ماله مرتين يعني صار سفر أعطى كل أمواله وأيضا أعطى نصف أمواله ثلاث مرات حتى أنه كان يدع نعلا وينفق أخرى نصف المبلغ مال اللي عده أعطاه ولذلك سمي بحليم أهل البيت وكريم أهل البيت هم حليم وهم كريم مرة من المرات وهذا الكلام الذي ننقله هو القصص مو هي للقصص مو حتى نعجب بالإمام الحسن ملائكة الكروبيين يخدمونه ويعجبون به نحن منه حتى نتعلم خرج الإمام الحسن والإمام الحسين وعبد الله بن جعفر وهو زوج السيدة زينة بسلام الله عليه خرجوا يريدون الحج فالطريق جاعوا عطشوا رأوا خيمة فجاءوا إلى الخيمة ام رأى عجوزة هناك عجوزة من عندي ام رأى هناك قالوا نحن عطاشا هل عندك من ما قالت هذا الشات أدفت خروف هذا الخروف احلبوه واشربوا من لبنه ماء ما عندي شربوا هذا اللبن شربوا الماء قالوا نحن جيعا فقالت فليذبح أحدكم هذه الشات أنا ما أقدر ما أعرف يعني ما عندي قوة واحد من أدكم يذبح هذا الشات وطبخت هذا الشاب وأعطتها لهم وأكلوه شربوا الماء وأيضا أكلوه من لحمه الشات الوحيدة اللي كانت عندها عفي بيها كريمة يهم كريمة ما تعرفون حينما جاء زوجها بدأ يعاتبها أين الشات قالت جاءني قوم وقالوا نحن من أهل المدينة من سادات المدينة إذا صارت عنديش حاجة تعالي فقلت احلبوا الشات حلبوا الشاب شربوا ثم زبحوا الشات وأكلوا فبدأ يعاتبها شنو هاي الشات الوحيدة اللي عندنا أعطتين لقوم لا تعرفينهم منهم ذول على كل حال صار بينهم نزاع الرجال ده يحجي على مرته وكذا شات راع وما ترجع بالعتاب واحد مدة صار قحط عندهم فذهبوا إلى المدينة سبحان الله رب العالمين بعد الوقات أنت تبحث عن فرشي الله يريدك بتتعبه بسرعة يخليه قدامك تبحث عن رجل فتحصل عليه فورا أنا عندي سالفة في كربلاء في هذا المكان كان أحد العلماء والخطباء رحمة الله تعالى عليه الشيخ علم الهدى رجل من علماء الشيعة الكرام ومن الخطباء ومن المؤمنين الصالحين وعند كتابه الآن العتبة الحسينية على أساس تطبعه أكثر من مئة مجلد كل الروايات التي وردت في كتاب البحار جاء لها بشواهد من القرآن يعني مات في الخمسينات وكان يقول اللي قال لي مرة قال أن تقول عمري ما نايم أكثر من أربع ساعات في الأربع وعشرين والساعة طبعا ياليت كان ينام حتى يعيش أكثر توفاه الله أيام كورونا أيام الزحمة وناوي وموصي ودفن في كربلاء وإحنا ما كنا في كربلاء إجهوا وراحوا ودفنوا أنا جيت إلى كربلاء بعد فترة من الزمن أريد أروح إلى قبر لا أعرف القبر ما له أنت تصور وادي وادي كبير تبحث عن قبر من وين تقدر تلقيه وحدي قلت للجماعة أخذوا لي فرد تاكسي أخذوا لي سيارة تاكسي قاعدت ويا قلت له ودينا الوادي قال لإلما التي تريد الزورة قلت لها قلت لها واحد ما تعرفه قال منه قلت لها ما تعرفه ما معرفك فرد واحد جاءه بالليل دفنه وعلى عجل وسريع قلت لها ما تعرفه شوية سكت بعد شوية قال من هذا التي تزوره قلت لبابا أنت شعلك والدين الوادي نسأل منك قال أنا هم بعض الأوقات يجوني ناس وعدهم جنازة وأخذهم ويايا قلت لفد واحد شيخ من أهل خراسان من أهل مشهد خطيب باللغة الفارسية ما حد يعرفه في العراق لكنه رجل معروف عند الله قال أدري أنا أعرف قبره قال مو هذا اللي بالليل جابوه ودفنه أنا كنت وياهم يوم اللي دفنوه كان إخوانا موجودين قلت لأي وداني إلى قبر رحمة الله عليه أحيانا رب العالمين يجيب لك قدامك يجيب القضية هذه المرأة جاية على المدينة المدينة في ذاك الوقت بالنتيجة في ناس ألوف من الناس أول ما دخلت واجهت الإمام الحسن الإمام الحسن عرفها لكنها لم تعرفه فقال يا أمة الله شكوا عن دجاية للمدينة قالت أبحث عن أقوى جاءوا عندي فقال الإمام أنا واحد من عدو تفضلي يمي أعطاها مئد دينار مئد دينار وأعطاها مئة شات هي ذب حد شات وحدة له بس الإمام الحسن أكرم ألا إما أكرم مننا جميعا يعني تفكر إذا رحت عند الإمام الحسين قلت لها السلام عليك يا أبو عبد الله ما يجاوبك 20 مرة يجاوبك أكرم من عندك مثل ما الله أكرم من الحسين شوف الله ما يعطي للحسين أهدى الله للحسين قلوب المؤمنين العام الماضي دينار ما يجاو واحد يم قلت لها أول مرة تجي لزيارة الأربعين قال أول مرة قلت لها ما الذي رأيت قال رأيت قوة الحسين لكن عندي سؤال من أين للحسين هذه القوة قلت لها المسألة بسيطة أعطى الحسين قلبه لله فأعطى الله فوهب له الله قلوب المؤمنين الله أكرم من الحسين الحسين أكرم من عندنا لا أكرم من البقية أكرم في صفاتهم والأخلاقية أفضل الناس على الإطلاق بعدين دلاها على منه على الإمام الحسين قال إحنا كنا ثلاثة يجينا عندي هذا من عندي روحي عند أخي الحسين فسأل الإمام الحسين كم أعطاكي أخي الحسن قالت ما أد دينار ما أد شاق الإمام الحسين ما رأى يتفضل على أخوه فأعطاها تسعة وتسعين دينار وتسعة وتسعين شاق ثم دلاها على عبد الله بن جعفر هذا كم أعطاها ثمانية وتسعين من الشيات وثمانية وتسعين دينار رجعت هوسة رجعت رجعت وياها قافلة ثلاثمائة شات وصحراء وغبار وصياع والرجال قاعد في خيمتين انتظر مرت هجيب لأشي هجي شاف هجيبة دا تقود قطيع من الغنم وثلاثمائة دينار ترى الناس كانوا يتزوجون بعشرة دنانير أربع زوجات اشتروا لهم فرس وبيت لكن الوقت القوة الشرائية ما كانت مثل الله جايب لها ثروة كاملة زينا نسمع عن الإمام الحسن هذا الأمر ما لازم نقلده في شيء حاني تجي كفر الواحد طالب حاجة وانت عندك مبلغ بسيط من المال لكن تعطيه ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تقلد الإمام تتبعه كم واحد من عدكم قاري كتاب عن الإمام الحسن أتصور قليل يعني إذا أريد أسوي استفتاء وأقول ارفعوا أيديكم هل قرأت كتابا عن إمامك ترى الإمام الحسن إلا فرد قيمة كبيرة عند رسول الله كان يأتي أحيانا والنبي في حالة السجدة فيركب على ظهري وهو أخوه الحسين يتنافسون على ظهر النبي والنبي في حالة السجود فالنبي ما كان يريد يزعج حفيدا مو لأن حفيدا لأن الله خلقه متميزا مثل بقية الأولياء ترى المرتبطين من أهل البيت بالنبي اللي هم إضافة امتياز أنهم من أولاد النبي لكن عند الله أنت تقول علي الأكبر السلام عليك يا ولي الله وابن وليه هو ولي الله وابن وليه إن الله أمرني بحبهم يصعد الإمام الحسن على ظهر النبي النبي ميزعج حتى يشيله يوخره إمام جماعة قائد جيش رئيس دولة خاتم الأنبياء لكن يحترم مشاعر الإمام الحسن وهو طفل ويطول في السجود يوم اللي يقوم المسلمين فكانوا يفكرون أنه نزل وحي على رسول الله يشهد للأطل يا رسول الله أوحي النزل علي قال الله هذا ولدي صعد على ظهري ما كنت أريد أزعج مقام عنده خرج رسول الله ذات مرة وعلى كتفه الأيمن الإمام الحسن وعلى كتفه الأيسر الإمام الحسين ربما قبل هذا ربما قبل ذاك فإجا واحد من أصحاب النبي قال أتحبهما قال إيه وقد أمرني الله بحبهما يعني مثل ما أمرني بالصلاة أمرني بالزكاة أمرني بحبهما فمن أحبهما وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة قال يا رسول الله إن لي عشرة ما قبلت أحدا منهم قال ما الذي أفعله بك إذا كان الله انتزع رحمة من قلبك عندك عشرة من الأولاد وما قبلت أحد من عدو فأقول الإمام الحسن سلام الله عليه له مقامه العظيم عند ربه بس شيء يرتبط بنا وين في قضية الإمام الحسن لازم نقرفة كتاب عنه نعرف قصته تاريخه جهاده مع النبي سبع سنوات مع أبيه ثم عشر سنوات إمام مفترض بويع أربعين ألف واحد بايع الحسن بعد ما اقتل أبيه أربعين ألف لكن الظروف كانت مختلفة الخوارج وهم من أصحاب علي تمردوا على علي صارت المشكلة داخلية ذول الخوارج الذين قاتلوا مع علي في معركة صفين وذوله صاروا ضد الإمام علي وتدري واحد من عدو منه شمر شمر قاتل مع علي وجرح في معركة صفين جرح هو لازم نخاف حقيقة أنا قلت لبعض الأخوة مرة فكرت هل كان من الممكن أنا أكون صدام شفت إيه الحمد لله الحمد لله رب العالمي يعني شمر ستعش مرة ذهب إلى الحج حافيا ستعش مرة يحل الحج زين كان من الخوارج صاروا قسم من الخوارج الإمام الحسن عبأ الجيش لمواصلة القتال مع معاوية لكن الخوارج مبدلين رأيهم أعوذ بالله من هذا القلب اللي أحيانا ينقلب على نفسه ترى ديروا بالكم هاي قلوبكم أحيانا تخدعكم قلبك متوجه لشي بعد مدة ينقلب عليك قلبك مع علماء مؤمنين صالحين بعد مدة تشوفهم معلماء ولا صالحين وتبطل من عدهم وتروح وتروح ودير بالك الخطوة الأولى وراها الخطوة الثانية شوفوا إذا أثنين يمشون في خطين متوازيين واحد من عدهم شوية ينحرف في البداية بمرور الزمن الحراف يصير كبير ذاك ماشي في خطة بس أنت اللي ينحرف ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة الأولى وراها الخطوة الثانية خطوة الثالثة وهكذا المهم أن نتعلم منهم أن نقتدي بهم شوفوا كل الأشياء المستحبة في الفقه السني والشيعي حول المولود يلفون بأي لون من الخرقة ما الذين يفعلون معه يؤذنون في أذنه اليمنى ويقيمون في الأذن اليسرى ويتصدقون كل هذه فعلها النبي مع الإمام الحسن يعني هذا يعني هذا اللي عندنا من المستعبات في بداية ولادة الإنسان هذه فعلها النبي مع الإمام الحسن فصارت فقه صار من المستعبات من الواجبات إلى آخره هذه الأعمال اللي نقوم بها وليتفكر أن الأذان في أذن الطفل اللي ما يفهم يعني شنو لا هذا الأذان يجر 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 جواحل من الصابقة عند المرحوم خالي وهناك أعلن تشيعه قال أنا في الحقيقة منذ الصغر كنت أحب النبي وأهل بيت وأنا صغير أحبه كل شك كنت أحبه بعدين قال السيد قال إحنا عندنا مسألة أنه اللي يولد من عندنا من أطفالنا لازم أكون رجل دين يوم اللي ينولد يجعل رأسه أمي كانت تقول أنت يوم اللي أجهت للدنيا ما كان عندنا رجل دين من عندنا جار إلنا نجيبه كان فد واحد من ذول المسلمين الشيعة فجبنا أشوف قام يقرقر بأذنك من إذي شنو حجه وياك فدأ أشياء حجه في أذنك السيد قال لا أذن في أذنك اليمنى وأقام في الأذن اليسرى بأذان أتباع أهل البيت وإقامة أتباع أهل البيت ولذلك جرك هذا إلا أن يصير من الصالحين لماذا تكون هذا ما يفتهم هذا ما يفتهم إحنا ليس الطفل الطفل يفتهم الطفل يأخذ 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 من الأبوين كلام الحلو الذي يسمعه تعلم حلو قال وفد واحد ولد جعل أبوه قال اليوم أنا رحت إلى فد مكان فد واحد كان يسبني فد شخص كان يسبني قال ما كان يسبك شفت أحد قال لا ما شفت أنا قلت آه سمعت آه قلت له لك قال لي ولك سبيته سبني قال هذا عرف الأبو أن هذا سامع صدى صوته قال لباشي الروح هناك امدح قال هذا سبني شو أنا امدح قال امدح قل إن شاء الله أنت إنسان مؤمن إن شاء الله أنت شجاع إن شاء الله أنت كريم كل ما قال سمعه قال هذا صدى صوتك صدى صوتك يرجع لك شي اللي تقوله يرجع لك سوي شي زين يرجع لك شي مو زين يرجع لك أولياء الله حددوا مصدر الرجاء والخوف وهو الله حدد ليكون عندك رجاء في أمور الدنيا فقط ما يخالف الدنيا مع الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الدنيا في مقابل الآخرة هذا دنيا ملعونة كما قال الإمام علي الدنيا دنيا وان دنيا ملعونة ودنيا بلاغ أكو عندنا دنيا ملعونة ليش لأن وقفت أمام الآخرة أما الدنيا ضمن أمورك للآخرة هذا ما فيه إشكا لا تجعل الدنيا أكبر أهمك ولا مبلغ علمك ولا تجعل مصيبتنا في ديننا كما ندعو من الله الإمام الحسن لم يكن يبالي الدنيا بأيدي من كانت هاي الدنيا اليوم تشوفون بيد منه بيد الفسقة الفجرة الكذبة دجالين دنيا بيد منه بيد المحتاجين بيد المحتاجين بيد الطماعين دنيا بيده الإمام الحسن ما كان يهتم دنيا بيد منه تقول لي أشي الإمام الحسن بايع معاوية حفاظا على الدين وشرب السم حفاظا على الدين قلت لأحدهم ذات مرة يقولون أن أرصتك عن شجاع شرب السم ومات الإمام الحسن شرب السم لكن ذاك دفاعا عن دنيا هذا دفاعا عن آخرت الدنيا مو مهم لا تجعل الدنيا أكبر أهمي ولا مبلغ علمي ولا تجعل مصيبتي في دين في واحد من الإخوة هذا كان يشتغل في الدنيمارك صراف أموال الناس تأتي إليه يضعها في صندوق حديدي ثم يتصل بمن عنده في العراق حتى يأخذ الأموال هناك ويعطي هنا اسمعت أن هذا الصندوق الحديدي يجعوا ناس باقوا تدري الغربيين يختلفون عن الشرقيين ما يبوقون طماطة وخيار ما يبوقون بصل يبوقون وطن استعمرون الأمم وقد فعلوا ذلك الدول الغربية استعمرت بلان استعمرت الملايين من الناس فقال الذول الجماعة يجعوا باقوا صندوق كل تدري الغربيين أموال الناس بالنتيجة هو مسؤول عنه تصلت بي قلت على كل حال أواسي قال الحمد لله سيدنا ما يجدت في ديني تبارك الله فيك أموالي راحت ديني محفوظ نحن المصيبة اللي نشوفها كبيرة المصيبة اللي في الدنيا يعني إذا فاتتوا صلات صلاتين مو مهم عنده يا الله فاتت هو يتفوت من هالنوع لكن إذا ربح ما ربح دكان خسر منصب كان يريده ما وصل إليه هو يسويها مصيبة كبرى عليه الإمام الحسن لم يكن يبالي الدنيا بأيدي من كان المهم أن يؤدي ما عليه من الواجب يعمل بتكليفة تكليفة شنو الإمام الحسن هو الذي يعمل به ليش ما صار خليفة وما صار حاكم ما كان يدورون حكم ذلك لن نبي ولا أهل بيت هذا اللي تشوف الجماعات الذي يتنافسون على الدنيا وعلى الكرسي وعلى المناصب وعلى الرئاسة وعلى الزعامة وعلى الوزارة وعلى الأبوال ذلك مضيعين ذلك من إما المغضوب عليهم إذا كانوا يعرفون وأما من الظالي جاءت الخلافة للإمام الحسن جاءت الخلافة للإمام الحسن خسرها لماذا حتى يحفظ على دينا والله إني أي كلمة للإمام علي إني أعلم بدائكم ودوائكم أعرف دائكم أعرف دوائكم شوية أطل هذا أشتري ضميرة شوية أخوف ذاك بين الرغبة والرهبة أستخدم السيف أستخدم المال أستخدم خليفة المسلمين فإذا مات فهذا ومن أبى فهذا ما يخافون مصدر الخوف عندهم الله مو السيف مو الموت في الدنيا مصدر الرجال الله ألا وإني أعلم بدائكم ودوائكم ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي يقول لي يعطي من الأموال يقول إن كان المال مالي لقسمته بينهم بالسوية كيف والمال مال الله لا ما أسوي أبقى معاوية يومين يأخذ لك بيعة بعدين والله لا أبقي معاوية يومين ما يستحق هذا رجل فاسق فاجم متى معاوية يجي ابنه بعد ما حكم بعد ما صار حاكم وامبراطور وكذا الإمام الحسين يرفض بيعته إنا أهل بيت النبوة بنا فتع الله بنا يختب يزيد شاربه خموه راكب الفجور قاتل النفس المخترم ومثل لا يبايع خلص وميحتاج ننتظر الباطل نبين نشوف إحنا عندنا الذين يمشون على الصراط يوم القيامة أنواع مختلفة طبعا أولياء الله أنواع الله فضل بعض الأنبياء على بعض فضل بعض الملائكة على بعض فضل بعض الصالحين على بعض وإحنا لازم نحاول نكون من أفضل الناس يعني النافس الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل وكذا إلى آخرين نفسهم في أمورهم يعني نحاول نكون مثل الإمام الحسن متقدر شوية أقل مو مشكلة على كل حال أقول أن هؤلاء الذين جاءوا إلى هذه الدنيا ونافسوا الأنبياء الإمام علي يلبس لباس خشن ويأكل أكل جشب يقولون يا أمير المؤمنين شون هذا يقولون رسول الله كان يلبس أخشن من هذا ويأكل جش من هذا وأخاف إن لا أفعل أن لا ألحقه أريد ألحق للنبي خاتم الرسول خاتم الأنبياء لو لاك لما خلقت الأفلاق أريد ألحق ذاك طبعا هنا ملاحظة أقولها لأنني سمعت بعض الشباب يتكلمون شون الفقر إذا كان الأنبياء والأم معصومين من الزلل عصمك بالله من الزلل شون الفقر الله عصمهم من الزلل إيه الله عصمهم بس هم عملوا بإرادتهم ولو شئت لأهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل بالحجازة أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شباب أنا ما أقدر يعني ما يكون ملائكة ماخرين بيد الإمام علي حتى ما يظلم ما يقتل الإنسان ما يستعقل قتل لا وما كانوا ملائكة يدفعونه بالإجبار أن يصلي وأن يصوم وأن يكون عادل وأن يكون رحيم مع الناس لا ما أحد يجبرهم رب العالمين عصمهم أعطاهم العلم العلم كانوا يعملون بعلمهم أنت ممكن عندك علم ما تعمل بعلمك عندك عقل ما تعمل بعقلك لأن العلم والعقل لا يجبران صاحبهما على اتباعهما عقلك يقول هذا مو زين يعني أنت تفكر الطغاة ما كان عندهم عقول هتلر ما كان عنده عقل صدام ما كان عنده عقل لا كان عنده عقل وكان عنده ذكاء بس ما كان عنده حكمة أين على الدنيا على هاليومين على أن يجلس على هذا الكرسي على أن يأخذوا له تحية مليونين يسألوا له تحية بسم فدائيين فلان وإلى علم عدهم عقل عدهم ما يعملون بعلمهم وعقلهم لكن هؤلاء كانوا رجال يعملون بإرادتهم وباختيارهم يطيعون الله الله سددهم نعم وكما يقول الإمام علي عن النبي أنه أوكل أفضل ملائكته وهو جبرائيل من يوم اللي كان طفل صغير أوكله بالنبي لكن النبي باختياره كان يعمل تقول يا بل الله عز وجل أنعم عليهم يعني في نظرك إذا أنت صرت في موقف الإمام الحسن زين تتحمل عذاب عناد تتحمل ما تتحمل في سبيل الله تقدر يقدر واحد من عندنا يتحمل ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدر فإذا واحد كان رأي عندنا ممر رضا قال يا ابن رسول الله أريد يكون مقامي مقامك شنو إنته إحنا من يقدر ولكنكم لا تقدرون على ذلك لكن أعينوني بورعا واشتهر تحاول حدد مصدر الخوف وهو الله دير بالك الله يقول لك إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إذا مو غضبان عليه ما أبالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر هجرتين هجرة لم تنجح معه إلى الطائف الطائف اللي رايح يدري طائف فوق جبل يعني أيام اللي درجة الحرارة في مكة خمسين هناك خمسة وعشرين كل شفو وأهل الأيام اللي في سيارات لازم تدور حول الجبال إلى أن تصعد فوق بهذا الطريق كل قطع على رجليه وصعد وعرض نفسه على أن يحمونه لأن كفار قريش كانوا قد قرروا قتله والقضاء عليه راييل تجيب الناس بدل ما يقبلون منه أن يدافعوا عنه تآمروا عليه حتى يقتلوا لولا أن جبرائيل نزل عليه يا رسول الله أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يردون يرمون على راسك كان الجدار كان قاعد هناك يردون يذبون على راسك حجر كبير يقتلوا النبي ينجبر يرجع إلى مكة اللي متأمر عليه اللي شارد من عده ترى هذا يعرفه فهذا واحد لاجئ رايح إلى فرد الدولة لجوء حتى هذه الدولة تحميه يبقى فيه سلام وإذا الدولة تعتقله وتسلمه للدولة اللي يدور عنه فإيجا رجلية مدماء طربوه بالأحجار ضربوه كل الدم دي يجري قاعد تحت شجرة اللهم إلى من تكلني إلى من ملكته أمري وإلى أن قال إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي أنت ليكون غضبان علي مو مهم هذا هكذا كان الإمام الحسن مصدر خوفه هو الله خمسة وعشرين سفر يروح إلى الحج ماشيا من المدينة إلى مك والنوق تساق بين يديه يعني مو ما عنده ناقل عنده لكن يريد توضع الرب العالمي مصدر الخوف هو الله مصدر الرجاء هو الله الآن إحنا ما نقدر يعني قلب الإمام الحسن مليء بالإيمان على الأقل خلي شوية في قلبك يسمونه مثل الإمام الحسن شوية خاف من الله وليكن رجاءك في الله شوفوا إحنا لو ننظر إلى التاريخ حقيقة نكتشف كيف أن الله هو مصدر الخوف ومصدر الرجاء الآن في قضية الرجاء هؤلاء إلى أمة الطاهرون كم من الناس يعشقونهم كم من الناس يترك بيته حتى يحضر مجلس البكاء على الإمام الحسن أو يحضر مجلس البكاء على الحسين أو يحضر مجلس في ولادتهم يعني عاشق للحسين إمرأة عجوزة عمره مئة سنة ذاك اليوم شوفي صورته جاي برة في هذا الحر الشديد في الشمس اللي درجة الحرارة فوق الستين لأن يوم اللي يقولون درجة الحرارة خمسين في الظل أما في الشمس فأكثر جاية لتخدم زوار الحسين العقبة للمتقين هذا معنى انت هم تكون من عندك تقوى الله يعطيك بمقدار ما عندك من التقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحن في ذكرى شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه والبكاء عليه مثل أن تسر بمسرته يعني الرواية تقول شيعا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا في مثل هذه الليلة في بيت الإمام الحسن حزن شديد الإمام الحسن ذلك الرجل الطيب الحليم الكريم المتواضع المعطاء صبت رسول الله يقتل بالسم